اشتركوا في القناة ومستقرة إلى منخفضة على وجه الخصوص بالولايات الشمالية إذن بالجزائر العاصمة وما جوارها 13 درجة نبقى نسجلها دائما نفس المقياس فيما يخص ولاية الشلف أيضا بعين دفلة ومليان 14 درجة بنسبة لأقصى الغرب هذا بوهران تلمسان مصغنم وعينتي موشنت على المدن الداخلية الغربية بالجلفة البيض وحتى بيتيارة تصل حتى 6 درجات فقط بولاية بشار 16 درجة مرورا بابن عباس وصولا حتى ولاية تندوف 20 درجة باستحراء الوسطى 21 درجة بكل من أدرار تيميمون وحتى بيعين صالح بالنسبة لمنطقة الأوريس 7 درجات فقط هذا باستيف وقسنطينا أيضا ببرج بعوري ريج وصولا حتى ولاية قلمة 13 درجة بعنبا إذن 13 درجة نفس المقياس فيما يخص ولاية تيزي والزو أيضا بالبويرات 19 درجة سنسجلها بالجنوب الشرقي من الوطن بكل من إليسي وعنى منها ستصل حتى مقياس 26 درجة إذن 24 درجة سنسجلها هذا بمنطقة الجانات 24 درجة بـ 86 درجة سنسجلها بولاية غردية و28 درجة بأقصى الجنوب عن أحوال التقس يبقى دائما التقس متقلب وإطراب الجوي ليستمر على الولايات الشمالية صحب مغشات وكثيفة من النوع العالي ستكون محملة بأمطار معتبرات تساقط خلال الظاهرة وأيضا خلال أمسيات اليوم هذا بالولايات السحلية بالجزيرة العاصمة ومجوارها حتى على الولايات السحلية الشرقية وحتى الغربية نرتقب تساقط للتلوج على منطقة الهداب العليا الوسطى الشرقية وحتى الغربية ليصل معدلها حتى 1200 متر بحول الله جوام مغشات نسبيا سنشهدها بالنسبة لمنطقة الصورة وولايات بشار على منطقة الهداب العليا الغربية وصولا حتى شمال الصحراء بغردية الزوابع الرملية تبقى دائما تنشط بالصحراء الوسطى اللي تمتد وتصل هذه المرة حتى الصحراء الوسطى أو الجنوب الشرقي من الوطن دائما تحت تأثير رياحة الجنوبية في باقي الولايات الصحروية إذن بالجنوب الشرقي من الوطن حتى بالجنوب الغربي بولاية تندوف حتى بأقصى الجنوب دائما يبقى التقص مشمس وجميل بالنسبة لدرجات الحرارة الدنيا المتوقعة خلال أمسية اليوم تبقى منخفضة دائما إذن بالجزائر العاصمة ومجورها نبقى نسجل مقياس ست درجات فقط نفس المقياس فيما يخص ولاية تشلف وإذن بالنسبة لعين دفلا ست درجات بأقصى الغرب بوهران مستغانم وحتى بيتلمسان درجات الحرارة خلال أمسية اليوم دائما تبقى منخفضة جدا على منطقة الهداء العليا الغربية بالجلفة البية تيارة النعمة مشرية تصل حتى مقياس ثلاث درجات تحت الصفر إذن درجة واحدة تحت الصفر سنسجلها بالنسبة لمنطقة الأوراس بيستيف وقصنطين وصولا حتى ولاية قلمة بعنبا سبع درجات فقط خمس درجات سنسجلها بيتيزي وزو وإذن بالبويرة نفس المقياس بشمال الصحراء بغردايا أيضا بمنطقة الوحات بحسيم سعود ورقلا وأيضا بيت وقورت في حدود 6 درجات بالصحراء الوسطى بأضرار تميمون وحتى بعين صالح درجة فقط سنسجلها ببشر 7 درجات بيتندوف 12 درجة بيتامنا ناسة وعشر درجات فقط بالنسبة لأقصى الجنوب ببرج بجمختار وأيضا بعين قزام بالنسبة للملاحة وصيد البحري وعن أحوال البحر البحرية سيبقى دائما هائج ومضطرب على كل السواحلة الجزائرية إذن بشواطئ شرشال، تيبازا، بومردس والجزائر العاصمة وصولا حتى السواحلة الشرقية بشواطئ بجياسكيك، دعنابا، جيجل وحتى القالة حتى بأقصى الغرب بشواطئ منصف وشواطئ أهران إذن البحر يبقى دائما هائج ومضطرب اكتجاه رياح تبقى شمالية تماما إلى شمالية شرقية وسرعتها قوية تصل حتى 30 إلى 40 كم في الساعة وبهذا نكون وصلنا إلى ختم نشر الجوية مشاهدين الكرام الختام دائما يكون بالمعلومات الفلكية للجزائر العاصمة وضواحيها لشروق الشمس وغروبها إذن اليوم الشروق كان على الساعة السابعة و35 دقيقة الغروب سيكون على الساعة الخامسة و33 دقيقة شكرا على المتابعة ومشاهدين الكرام وفي أمان الله